أسعد الله وقاتكم بكل خلال اليوم محمية جديدة وتفاصيل جديدة حسب المخطط وحسب الاحتياج أول شي نبني البنوك ونحدد المساحة الخارجية والداخلية بعدها نبدأ في تنفيذ الشبكة الخارجية نحدد مساحة المنطقة الخارجية ونفصلها عن الداخلية طبعا الفكرة حتكون أقفاص داخلية مدموج معها أقفاص خارجية كمان الأقفاص حتكون دورين دور فوق ودور تحت دورين عبارة عن الدور الأول فيه زوج الدور الثاني زوج كل دور يفتح على دور مقابل له بنوريكم الطريقة بعد شوي زي ما تشوفون خلصنا من الهيكل العظم للمنطقة الداخلية وخلصناها للخارجية هنا نفتح البلوك على أساس زي ما قلت في البداية يقدر الزوج يتمتع بحرية خارج القفص ويطلع يدخل داخل القفص حق هنا بعد ما فتحنا البلوك صار فيه قفص داخلي وقفص خارجي القفص الخارجي على الأجواء الخارجية في المدينة القفص الداخلي حيكون حسب ترتيب المكيف درجة الحرارة درجة الرطوبة هيكون مغلق عليه من الداخل والخارج هذه بداية النهاية لتقريب المحمل بدينا كأننا نخلص مو خلصنا كأننا بدينا نخلص طبعا بنشوفها من الخارج اللي هيكون عندنا هنا تشجير بنشجر ونوريكم كيف النتائج بتكون بعد التشجير أيضا الشبوك كلها بيبغى لها طلاء بوية جديدة هنوريكم كمان البوية هنا بعد ما خلصنا من الجميع الأقفاص ركبنا الأبواب حقتها للدورين برقوة أتمنى وضحة الفكرة ووضحة الصورة هنا نبدأ في الأرضيات طبعا قلنا نصبها صبة سمنتية على أساس النظافة النظافة مهمة داخلي والخارجي لكن الخارجي فقط من تحت الأقفاص زي ما بتشوف معاي ذا حين ندخل جوة ووريك كيف سوينا فيها من داخل اللي هو الحديقة الصغيرة للطيور هذه زي ما تشوفون من تحت وهذا التشجير برضو أخرناه على أساس كذا مرة زرعنا ما نجحت معانا الزرع اخترنا هذا الوقت زرعنا فيه الحمد لله منطقة تمام ووضعها أوكي هذه الحديقة اللي بتصير تطلع فيها الطيور في الشبك حقها في القفص مو تطلع تفك كامل هنا كل يوم مسكنا لنا الضلع خلصنا لأن المسافة والمساحة كبيرة فبدينا فيه جزئيات من خلصناها على ثلاثة يام المفروض أنها يوم واحد لكن العمالة ما كان فيه عمالة اشتغلنا بيدينا والله المستعب الحمد لله كل واحد راضي هذا بعد ما شدينا الشبك فوق بدنا نسوي حقة البياضات اللي تتعلق بها البياضات اللي هذي تشوفونها المربعات الصغيرة طبعا على اساس وزن البياضة لازم حديد يكون تابد زي ما تشوف طبعا لازم نصبغها كلها بوية بعد ما نخلص كامل اللحام يتبقى لنا السقف حنبدأ فيه خلال اليومين هذي ونقفل نتمنى لكم متابعة جيدة ومقاطع